تحشد بلدان المغرب العربي والساحل الافريقي جهودها العسكرية والاستخباراتية لتصدي لعودة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي خاصة بعد تهديدات التنظيم بضرب المصالح الغربية بالمنطقة وتنامت المخاوف في بلدان المغرب العربي والساحل الافريقي بعد عودة النشاط لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب ونفذ التنظيم عمليات اختطاف وأطلق رسائل تهديد بضرب المصالح الغربية في عواصم الدول التي تتحالف مع فرنسا في الحرب ضده ورفع قادة دول الساحل المتكتلون في حلف ضد الإرهاب درجات التأهب والحيطة إلى الحد الأقصى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تعود من شديد إلى واجهة الأحداث في منطقة الساحل الافريقي بعد جمود دم قرابة العام قادة الدول الساحل المتكتلون في حلف ضد الإرهاب لم يخف حجم الخطر الداهم فبادروا إلى رفع درجات التأهب والحيطة إلى الحد الأقصى كما عزت الدول المشاورات الجمهورية مالي إجراءاتها الأمنية على الحدود خوفا من تسلل الإرهابيين لا بدنا نعود عمل جاد واندفاع دائم ومستمر من المسؤولين عنه وتعود فيما تيها اندفاع من الناس اللي قائمة عليها أيضا اللي هم الجيوش اللي سياسة الدولة مركزة عليه وعطيته الوسائل والإمكانيات لم تكن عملية احتجاز الرهائن في أحد فناتق العاصمة المالية باماكو في نوفمبر الماضي والتي أوقعت 28 قتيلا إلى البداية بحسب التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم المرابطين والتي أتبعها باختطاف غربيين لا زل طريق التفاوض لإطلاقهم متعثرا هذه العودة القوية للقاعدة ببلاد المغربي الإسلامي مردها أولا فشل تنسيق بين دول الساحل ودول المنطقة وفشل القوات الدولية في شمال المالي حتى الآن التي ما تزال تدفع الثمن في الضحايا أيضا الشغال فرنسا بمحاربة تنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام أحكام مشددة تطبقها دول الساحل على ما يثبت انتماؤه للقاعدة رغم نجاح بعضهم في الفرار من هذه الأحكام في ظل مطالبا بعدم التجاوز في حق من تما يلقاء القبض عليهم ما قطي شبرنا حد منه حتى أن أعلنوا واحدات من اللقاء واتنين جرافدين شي لا يطرحوا متاع وكيل والله حاجة ضرورية الحالة هم هم قالها أبدا ما تطرحي يلا أنت وتي تكش عنك الباسك تحشد بلدان المغرب العربي والساحل الإفريقي شهودها العسكرية والاستخباراتية اليوم للتصدي لعودة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خاصة بعد تهديداته الأخيرة بضرب المصالح الغربية بالمنطقة وحلفائهم في الحرب ضده على وقع هذه المخاوف تعيش عواصم بلدان الساحل حالة من الترقب تحسبا لأي عمل إرهابي قد ينفذ ضدها في ظل ضعف الأمني المسجل في بعض البلدان المجاورة كليبيا ونيجيريا ومالي فتر بخاري سكاينيوز عربية نواكشوت ومعنا في الاستيديو الصحفي الموريتاني الحسن ولد المختار سيد الحسن أهلا بك معنا في استيديوهات سكاينيوز عربية استمعنا إلى هذا التقرير المهم الذي أتانا من نواكشوت هل يمكننا القول بالفعل أن موريتانيا تعيش في الفترة الأخيرة تحت رحمة تهديدات تنظيم القاعدة في المغرب العربي؟ الحقيقة لا أعتقد أن هناك خطرا داهما بهذه الدرجة وإن كان الخطر أصلا موجودا منذ البداية موريتانيا تواجه تهديد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أو ما يسمى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي منذ أكثر من عشر سنوات ومنذ أحدثت المغيط الشهيرة كانت موريتانيا أحد أكثر دول المنطقة اكتباء بتهديد هذا التنظيم ولذلك ربما كانت أيضا من أولها انخراطا في مواجهته في تعامل موريتانيا مع تهديد هذا التنظيم ومع عناصره الموجودة سواء العناصر الموجودة داخل موريتانيا نفسها أو تلك الموجودة في شمال مالي وفي جنوب الجزائر تتعاملت بحزمة من الخيارات المرنة والخشنة في نفس الوقت من الخيارات الخشنة مواجهة معاقل التنظيم في الشمال المالي حتى قبل التدخل الفرنسي وقبل انخراط الدولي في مواجهته خاضت موريتانيا مواجهة منذ أربع أو خمس سنوات مع التنظيم وأبعدته على الأقل خسرتها الرخوة الشرقية وأيضا شددت الأحكام القضائية وأعمال المواجهة ضد عناصر التنظيم في الداخل الموريتانيا هناك عدد كبير منهم موقوف وهناك حتى من صدرت عليه أحكام بالإعدام في موريتانيا وإلا من تنفذ هل التهديدات هذه الفترة هي بنفس الوتيرة التي عاشتها خلال عشر سنوات الماضية؟ لا أنا أعتقد أن العنصر الثاني وإن خيارات المرنة أنها أعطت فرصة توبة أو ما يسمى مناصر حالي بعض العناصر الأخرى خاصة العناصر السلافية الجهادية ووقع ما وقع في الشمال المالي وتدخلت القوات الفرنسية والانخراط الدولي بالصفة عامة أنا أعتقد الخطابة السائدة في موريتانيا هي أن سياستنا الداخلية نجحت بحجمتي الخيارات المرنة والخشنة في إبعادها الخطر نهائيا لكن أنا أعتقد أن هناك مثلا أو نوعا من طرد مثل في هذه الرواية نحن في موريتانيا استفدنا من التدخل الفرنسي في الشمال المالي واستفدنا أيضا من شزئية أخرى مهمة هي تحول عدد كبير من هذه العناصر الإرهابية إلى ليبيا وبحكم أننا نحن الطرف الآخر من المغرب العربي الدولة الأبعد لذلك تلاحظون نمو المخاطر على تونس وشرق الجزائر اللي قريبا من ليبيا لأننا نحن في أقصى غرب المغرب العربي خلال السنتين على الأقل أو الثلاث سنوات الماضية قلت المخاطر في موريتانيا سيد الحسن هنا عرضت لنا قليلا تاريخيا كيف كانت هذه القضية مع موريتانيا لكن اليوم نتساءل بالإمكانيات إلى أي مدى الجيش الموريتاني جاهز لصد محاولات إرهابية كهذه لتنظيم القاعدة داخل الأراضي الموريتانية أنا أعتقد أن الجيش الموريتاني بالمقارنة مع وضعه لدى وقوع حادثة المغيطة التي استشهد فيها عدد كبير من جنود الجيش الوطني أعتقد أنه الآن أكثر جاهزية وأكثر قوة بما لا يقارن وإحدى الأوراق التي تلوح بها الحكومة الموريتانية الحالية أو النظام هي أن أكثر ما استثمرت فيه منذ مجيء هذا العهد 2009 هو الجيش والمؤسسة الأمنية لرفع خطر تحدي الإرهاب تحديدا كيف تصفون التعاون بين موريتانيا ودول الجوار في هذا الخصوص؟ هل تعتبرونه خجولا حتى الساعة؟ أنا أعتبر أنه تعاون قائم ولكن قد يكون أقل من التطلعات بين موريتانيا ومالي والنيسر والجزائر لماذا سيد الحسن؟ أولا بحكم هذه الصحراء المترامية محدودة إمكانيات الدول الساحل الإفريقي من الأساس والمسألة الثالثة أيضا أن الحلول ليست فقط أمنية المتاح لهذه الدول لتقديمه في الجانب التنموي في هذه الصحراء الطويلة العريضة لتجفيف منابع التطرف والإرهاب هو متاح محدود وإمكانياتها محدودة ما الحلول التي تأتي لتدعم الحلول الأمنية برأيك؟ والتي تؤدي إلى نتائج إيجابية؟ هي حزمة الخيارات التي تشمل الجهد التنموي تجفيف منابع الفقر والتطرف والإرهاب وفي نفس الوقت الإبقاء على الخيار الأمني والقوة الضاربة وعدم أيضا التسامح بأي شكل من الأشكال مع الجماعات المتطرفة وفيه جزئية بسيطة أن هذا الفضاء الساحل الصحراوي هذا يواجه مشكلة أيضا من الخسرة الشرقية مما يسمى بوكو حرام هذه أصلا لم تخف خطرها طيلة السنوات الماضية بعدما استقطبت الحالة الليبية أو التفاعل مع الحالة الليبية عدد كبير من العناصر الجهادية المتطرفة في الشمال المالي وفي جنوب الجزائر ذهبوا إلى ليبيا خاصة بعد الضغط الفرنسي ظلت المنطقة الشرقية من منطقة الساحل تحت تهديد جارف من جماعة بوكو حرام وظل أيضا خطر التواصل بين الجماعات المتطرفة في ريبيا مع بوكو حرام مع فلول ما تبقى من جماعة المغرب الإسلامية في الجزائر ظل قائما دائما ولذلك ظل التهديد أيضا مطروحا دائما شكرا جزيلا للصحفي الموريتاني الحسن ولد المختار لوجودك معنا في الاستوديو على هذه المداخلة شكرا شكرا